صباح الخير لكل المشاهدين أسبوعنا بيكمل معكم اليوم سباشل ليديز لأنو أنتو صبايا اللي عم تحضرونا كتير سباشل مشاناك منخصصكم وكمان أكيد رانيا أكتر واحدة بركي سباشل مشاناك بوجيلك تحييه سوري دايما بعملك حركات تضحكيك أنتو فادي مهم اليوم متل ما عم بقول سباشل ليديز نتوجه أنا وإيمان للصبايا هايدي حلقة مهدية لإلكون مش يعني الشباب ما لازم يتمرنوا هالحركات اللي بنعملهم أو يقدوا هالحركات ولكن هايدي لفتي لإلكون أجرب قدمة فيكم أنا وإيمان نخليكن تتمرنوا أكتر للصبايا اللي ما بيتمرنوا أبدا يبلشوا يحطوا بعقلهم هايدي السقافة سقافة الرياضة للصبايا اللي بيتمرنوا دايما بركي بزلكون أنا شي صغير على التمرين تبعكم كرميل تقدروا تتحسنوا قد ما فيكم إيمان كيفك اليوم؟ يلا لحنبلش اليوم لحفرجي أول صورة لحنحكي 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 كمان هايدي اللقل ولا لقل هلا إيمان فكرت أنا لحنفرجي أول صورة عم نحكي عن عضلات الكور نحكي دايما عن العضلات اللي لحيتأثروا أكتر شي بالحركات اللي نحن عملوهم لحروح على الصورة التانية شوفوا كل العضلات الهايلايتت بالأحمر هيدول العضلات هني اللي بيشتغلوا لما نعمل بلانك لحنعمل غير حركات اليوم أكيد ولكن لحركز على هالكولتشر كولتشر البلانك لازم تعملوا بلانك كتير وقت تكونوا عم تتمرنوا كرميل تحموا عضلات المعدة وعضلات الظهر ننتقل لتانية شوفوا هون كيف بنمشي وهالحركة اللي حنبلش فيها نحنا منتقل للصورة اللي بعدها عم نحكي هون incorrect posture يلي هي من فوق ونرجع عم نشوفه correct posture شوفه alignment يلي بيحكي عنه natural alignment of the spine of the full body هيدا الشي اللي يزب نعمله دايما نشوفه كيف بأول صورة من فوق في كتير hyper extension للرقبة شوفوا الظهر كيف عامل hyper arching وهيدا الشي منه صحيح حتى لاحظوا من الكاحل من تحت كيف بالصورة الفقانية أصابع الإجرام بروحوا لبرة وكيف بالصورة الثانية تحتيني أصابع بفوتوا لجوة اللي يكونوا عم بيعاموا stabilization وفاوش الأحسن للجسم ما بعرف زي بعت في صورة آآ آآ بعد هيدولي كانوا الصور إيمان نحنا ما نبلش بالside plank لح نكون dynamic فيها بالإيد وجنا لهونيك فوتوا معنا تفضلوا فوتوا معنا تعملها رانيا يلا إيدنا لفوق أول شي اللي حنعدها للعشرة وبعدين اللي حصير اتحرك فيها راسك جاليس إيمان من هوني واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة المعدة دايما مشدودة سبعة تمانية تسعة عشرة نورول لتحت المعدة دايما مشدودة بذكر نحنا عملنا وورم اوب وعملنا قبل ما نبلش هادول الحركات ما لازم تبلشوا بهالحركات ضغرة أول ما تبلشوا الحصة الرياضية تبعيدكم لازم تحضروا حالكم فيزيولوجيا لهال الحركات اللي بنعملها أكيد سرعوا الدورة الدموية تعلوا حرارة الجسم يصير فيه احسن بالمفاصل بالجوينس وبالعضلات نعلي شوي لما نخلص عشرة بنبرم لتاني ميل ننتقل لتاني ميل كتير من ثبت حالنا أثناء تقديت الحركة حركة هيني وصعبة بنفس الوقت مش كل الناس ممكن يقدروا يعملوا هالحركة مش هاناك اليوم عم نعمل في حركات اللي حتشوفون هلأ ممكن يعني الناس اللي راجعين من الرياضة يعني يصلوا زماني مش عم بيعملوا رياضة ورجعوا هلأ بلشوا أو الناس اللي ما بحياتهم نعملوا رياضة النوعين من الناس نحنا نعمل فيهم بروفايلينج لما نكون حتى فيه أنواع أكتر فيه ناس زوء احتياجية خاصة فيه ناس زوء حالية خاصة اليوم التمرين منه جلوبل كل إنسان عنده تايلر ميت بروجرام لازم يشتغل عليه كما يقدر يكون عم يشتغل بطريقة صحيحة ثبتنا أول شيء إيمان عشر مرات جريت لما نخلص عشرة هنروح على الفتنس بول الحركة اللي هتشوفوه هلأ حركة صعبة نسبيا ولكن كمان حلو نفرج شوي حركات يكونوا كمال للناس اللي عم بيحضرونا وبيمارسوا رياضة بشكل متواصل وعندهم تشالنج بيحبوا يعملوه هنو عم بيعملوا حركة رياضية لح نعمل شيء اسمه لح تطلع أول شيء إيمان على أصابع الإجران تاخد وقتها لتسبت حالة وترجع من هون تعمل يلي هي عبارة عن بعد للخمسة واحد اتنين اجران جلسين برافو تلاتة اربعة خمسة بلا ما اعمل بوصل لهون برافو إيمان بنزل على مهلي برافو إيمان بدا زقفي شباب هوني بدا زقف إيمان مظلوم لأنه هاي دي حركة هاي دي حركة بدا شوية إذا بدكونا عضلية كتير قوية بدا بدا اللي نقدر نقديها لح نرجع نروح على لح نكون بالموضوع ولكن الإجران لح يكونوا عالين عن الأرض يعني جسمنا صار باللال للأرض على مهليك نشد المعدة ايديك لفوق مش حنكون دايناميك مش حنتحرك هلا بعد بركيليزة ننوضي من هون شوي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني الراس لتحت شوي جاليز تسعة وعشرة اوكي سويتش تاني ميل كتير كبير لما احكي كور كيف بحمي ضهري كيف بحمي تبعيتي كيف بقوة عضلات المعدة عم بتشوفهم وبشارة هيدول لما تعملوا ما تريز لهالحركات ما بصدق فادي سمعان مخيف فادي سمعان بس اليوم فادي سمعان عم بلعب دور نيب رئيس العصابة لأنه رئيس العصابة اليوم هيرانيا ننتقل من هالبوزيشن لظهرنا ايمان هلا لحعطيك لح تكون بالأبر بادي طبعيك عامل ايه قد ما فيك الاجران طبعولك لحيكونوا عم بيشتغلوا على مهلية اكيد كمان حركة ما بتناسب الناس اللي عندهم اصابات بالرقبة لح نعمل هلا خليني بعيد لكيها شوي اتا تكوني مرتاحة بتأديت الحركة ضمبلز لاحيكونوا هون ما في شد كتير بعضلات الرقبة ده انا بعيد عن الأبر تشاست تبعنا لاتس جو على مهل معدي مجدودة طلع بالسقف نحن نعمل هلا لحنروح وقت اقول لحروح لحاعمل لحنبلش بنرجع وعم بحكي عن حركة للناس اللي بفكروا البايك كتير صعبة وما بدون يروحوا هالقادية ما بدون يعملوا حتى الناس اللي بيشتغلوا لايكوا قديش فيكم تكونوا لما تعملوا هالحركة بتصير تصعب الحركة لتوصلوا على البايك او حتى لتوصلوا على البايك وتعملوا اجر واحدة على الفتنس بول واجر واحدة عالية اليوم فينا نروح ادما فينا وفينا يكون كتير بالحركات اللي بنعملهم رانيا وطي راسي لتحت شوي علي ضهريك خليلي صلح لك الحركة شوي ريلاكس اا ايمان لحنروح على ضهر على على بس لان هون عندي انا بدي تزبط لها ازا الكاميرا فيها تلحقني شوي مباحة كريمة تزبط لها الوضع لارانيا تشد المعدة على ضهرك لكن انا بس دخلت لأزبط لك الحركة يلا من هون اوكي ايديك ورا رقبتيك عم نحكي اليوم ازا بدنا نعمل هالموضوع طلعوا معي شوي بايما نبشر حدي شغل انا ازا ايمان بدا تحرك عم تعمل وعم تعمل هالحركة لاحيكون في مشكلة كبيرة لأن هون عم تعمل شي اسمه ما عم تعمل اي شغل بالأبس طبعولة وعم تشتغل بطريقة كتير ناجتف على على مشان هيك لازم يكون في شي اسمه لها المنطقة لفوق مع الحفاظ على الدقن بعيدة عن عم تطلع بالسقف وزن الراس لازم يكون مية بالمية اللاقي على اليدان يعني اليوم وزن الراس لازم يكون اللاقي على اليدان من قدية خمسة عشر مرة كمهين بعد ما تخلص عشرين مرة لحن نرجع لناعمل أنا براي بحب كتير الفقرة او النهاري اللي بيبقى عم بحكي فيه عن كور لأنه بعرف قديش إذا بتقدوا هيدول الحركات بطريقة صحيحة دايماً بعمل دايماً الحركات الرياضية التي تؤدى بطريقة من الصحيحة بكون عندها كتير ريسك عالي على عدة بارتس من الجسم دايماً مخاف يكون عندنا على صعيد العضلات على صعيد الجوينتز على صعيد السباين تبعيتنا الركب الكويح الكويح كل هالأمور رأبة لازم ننتبه عليها ولكن بعرف لما نقدها الحركة بطريقة صحيحة لحنكون عم نعمل على إنه يكون عندنا كور كتير قوي ما نعود نحس بأوجيع ظهر ما نعود نحس بأوجيع رأبة هالأمور كلها اللي لازم تعرفوها ولازم يكون عندكم لازم يكون عندكم الإرادة إنه تقوموا كل يوم مرتين بجيماً تقولوا أنا بدي أدي هالحركات كلمين تكون أحسن خلينا نروح على بالا ما نحط هايدي على الأرض راح نعمل ركبة لجوة مع بعدين إذا بديك فيك بحركتين من علي الركبة من بره سبايدر بلانك لاتس جو على الخفيف كمان هايدي من الحركات يلي منهم كتير تشالنجين 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 سيفن ايت ناين تن مور على فكرة هايدي الحركة عم بتشوفوا قديش الأبر بادي كمان تبعاً عم بيشتغل قديش كمان عم بيشتغلو عضلات الظهر عم بيشتغلو عضلات الارمز عم بيشتغلو يعني اليوم لازم تعرفوا عدة عضلات عم بيعملوا إذا باتكن مع بعض كرميل يقدوا الحركة والموفمنت نوقف شوي ناخد نفس نحنرجع نعيدها بعد شوي الرجبة اللي حتكون من بره كيف حاسي؟ بتحس الكور تبعيك تعمل هيك تصار كيف حاسي؟ إنه جيد لازم أنا أدعيكم كلكم خاصاً صبايا بما أنه نحن سباشل ليديز بما أنه نحن كثير من ندعم الصبايا أكيد ونحن كثير ضد العنف ضد المرأة مش هيك إيمان؟ أكيد أنا عم كمان بعد هيدا الأمر صار لأنه صار بالواجهة عم بيتكرر كل يوم عم بيتكرر كل يوم وصرنا صار راحة زهقنا منه نشوف بعد رجال عم بيدربوا نسوانهم بطريقة مش مزبوطة أنا عمقول هيك لأنه اليوم سباشل لايديز ونحن وار ان فول سبورت لقلكم صبايا يلا بس لحنا عملها هلأ من بره بس لحنا عملها هلأ من بره اتنين نحن هلأ بي برونة اتنين نحن هلأ بي برونة الله يسطر مزبوط لحنرجنا نروح على بالوقت يلي فادي سمعان عم بياخد دور كتير حلو ياريت الكاميرا فيها تشوفه لا فادي سمعان شو عم بيعمل السمعان على ظهرنا لعلي اجر اليمين لفوق ازا بينا السمعان معكون والصورة ما كانت واضحة يكون لأينا فادي سمعان عم بيصورنا هلأ هواني مشاهدين صورة صورتي مش واضحة طالع مغبش انا عليكم بل كي اكيد فادي عم بيعمشي ايه داينا عليكم الحال ورا الرقبة كمان منشد المعدة نفس التبس اللي عطيتكن ايها لما نكون عم نعمل الفرق انه القجر عالي شوية لفوق فينا متعاشر شوية صغيرة للرجبة كمان اللي تكون بس لوس مش ضرورة تكون مجدودة خمسة عشر مرة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة على مهل بنزل لتحت على مهل بياخد نفس عميق ثلاث مرات امام وبفضي بتنفس بطريقة صحيحة بحياة العادية قبل الحصة الرياضية خلال الحصة الرياضية بعد الحصة الرياضية كل ما انا عايش عم بتنفس بطريقة صحيحة مشاكل التنفس لما احكي عن مشاكل التنفس بحكي شوي عن التدخين للناس يلي بيقلولي لا معلاش الطبيب قال لي فيه دخن لحديد العشر سواجير بالنهار هيدي بدعة خيالية ما لازم دخن ولا سيجارة بالنهار بكل بساطة ولا سيجارة بأي وقت من حياتنا تعرفوا مش كمان أمين دي بلعن بقول هي مدار التدخين بتتعدى كتير أمور بتشمل مش بس الروية بتشمل كتير أشياء ممكن يصيروا عنا بالجسم stretch مشان هيك بس للناس اللي ممكن يقولوا انا بدخن علبي بالنهار وبعمل رياضي بطريقة مظبوطة مش مهم للتدخين قديش عنده ضرر على تأبيتكم للرياضة ولكن قديش عنده ضرر على internal order استعرقكم على أعضاءنا الداخلي وقديش نحنا ممكن نكون متضررين من هايدي الشغلة كيفين نحنا بعد نعمل حركة بدك شاء حركة من اختيارك على او نعمل بلانك واحدة انت كيف تحب طيب يلا لاحقلك شو لحناعمل على بلانك لحنروح على بلانك بوزيشن لحنعمل اول شي على كوعنا لحنطلع بالقجر عالي لفوق كما تقولوا انو الحركات شوية كانت صعبة بسمع كتير من من الناس بيتوصلوا معي بقولوا انو الحركات كانت صعبة ولكن كتير من الحركات بتبين بركي صعبة ولكن لما تبلش وتقدوها بتقول كتير هاينا بعدنا عم نحكي بعدنا عم نحكي لعدلة العشرة من هلا ايمان قبل مغير اجري واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كمان بناخد نفس تلات مرات بلا ما اكون انا بياخد نفس عميق ايمان مظلوم كتير حلوة كتير بنبسط انا وقتها ايمان تكون عم بتقدي الحركة لانو عندها تأدية حلوة للحركة تأدية تسليمية للحركة مشان هيك بجرب قدمة فيي توصلكن هي المسج صبايا بعرف اكيد منوصل المسج لكتير من الناس اللي بيحضرونا انا عم بطلب منكم وما بحبكون انا اقول انه انا مدرب رياضي اليوم مدرب رياضي واش بيكون ادجوكيتور يكون شخص بيعمل ادوكيشن للعالم مشان هيك اليوم لما تتمرنوا عرفوا شو عم تتمرنوا دايما ما تتكلوا على الفيجن تبعيدكم لما تطلعوا بحدا وتشوفوا تعملوا ممك للحركات استفسوا على الحركة ليش بتعملوا قامتين بتعملوا ليش بنعمل هالحركات العضلات اللي بنشتغل عليها خليكون عندكم بركي ادوكيشن هيك انترنل لتعرفوا انتو لما تتمرنوا ليش بتتمرنوا وشو بصير بالتمرين انا بعرف بحكي كتير ولكن هدا الشي اللي بحب اعملوا بحب توصل معكن لحنتقل لعند رانيا ولعند فادي لا ما كتير بتحكي كتير فادي عم بيصورني فادي عم بيصور فادي اليوم بدع بدع فادي بدع منو قادر يرد عليك اليوم عامل عدة وظايف فادي امين بدي اقلك شغلة بس انت اليوم ادوكاتور صحيح بس ادوكاتور صديق هيدا عذاب صيني اللي عملته اليوم لإيمان بالعكس ابدا ايمان يعني ما بعرف شو بدي اقلك يعني صبر ايوب يعطيك ألف عافي ايمان فضيعة شكرا شكرا برجع بلك ايمان تشتغل كتير بطريقة حلوة تبعيتها حلوة مشانا انا بعرف ان الصبايا اللي ما يشوفوا بيتشجعوا بصير عندهم انسپيريشن الفكر تبعيتنا نعطيهم الدافع نعطيهم الموطف انه يقدر يتمرنوا اذا ما بدلنا نقول احنا منعمل رياضة اللي يكون عنا سيكس باكس لنكون موضلز هيدا مانو صحيح هيدا كله اللي عم بيحكي لحييجي نتيجة لنحنا للأفرت اللي بنحطه للتعب اللي بنحطه للأسف كتير ناس بيعمل بروموشن للرياضة بالدارك سايد طبعه تعرف دايماً بس انه فينا كمان يكون عنا سيكس باكس وموضلز مش مش شغلة بش عياة انا ما قلت شيء انا قلت هيدا نتيجة طبيعية للأفرت اللي اللي حنحطه هيدا لقلته هلأ راني انا عم بيحكي الناس اللي عم بيحكي الناس اللي بس بيتمرنوا بمواسم معينة كرميل البحر او شيء انا بيتمنى عليهم يكونوا عم بحطوا الرياضة يفكروا بالصحة اكتر الشكل مهم جدا سيكس باكس مهمين جدا الشكل الانسان كتير حلو كل الانسان منه بكون يكون هو التناسق بالجسم هو شيء معتدل طبعا الرياضة اسمه كمال الاجسام الجسم بيتكامل وعضلات بيتكامل ولكن ما يكون هيدا الهدف تبعنا الهدف تبعنا الاساسي تكون صحة نميحة ونحنا شو التعب يلي منحطه نتيجته الاساسية اللي حتكون بالدرجة الاولى صحة نحنا امين كمان عنا تمرين عضلات انما غير نوع عضلات بفاميلي اليوم مع سيدة يولا خوري عطالة الموضوع هو يعني كمان شغل اللي علاقة بالعضلات فرح نكمل متل متل شغلك اليوم مرسي لقلك امين شكرا شكرا